السلام عليكم اليوم المقطع الخامس من كورس المناعة نتكلم اليوم على سلر أمينتي القزء الأول طبعا كنت متوقعنا بيكون قزء واحد أو مقطع واحد لكن بيكون مقطعين فياريت لو تتابع المقطع هذا وبعده طوالي تتابع المقطع الثاني عشان تربط المهم خلينا نبدأ طيب تعريف السلر أمينتي لها اسم ثاني يعني له السل ميديات امينتي يقولك The ability to recognize infected cells and destroy them or localize them والمكانزمات هذه يعني mediated by T cells يا cytotoxic يا T helper طيب فاركز معي احنا معنا ثلاث حاجات أول حاجة recognize infected cells وبعدين المكانزم اللي هي destroy يا localize ومن الخلايا المسؤولة T cells يا cytotoxic يا Helper طيب خلينا نمسكها حبة حبة أول حاجة recognize infected cells الانفكتد cells أو الخلايا اللي مصابة بالمرض ممكن تصاب بالمرض بأسلوبين أو نقدر نقسمها لتقسيمين اللي هو أول حاجة عندك أنها تصاب بتيومر أو فيروس طيب ركز عليها هذه والحاجة الثانية أنها تصاب ب والحاجة الثانية أنها تصاب ب مايكرو أورغنزم ثاني يكون قادر على العيش خارق الخلية وداخل الخلية فالمقصد من الكلام أنه على infected cells يا أنهم يكون endogenous يعني infected بمرض endogenous أو infected بمرض exogenous طيب endogenous زي ما قلنا الفيروس والتومر قد شرحتها من قبل لكن بعيد شرحها الآن الفيروس والتومر سموهم اندوجينيوس ليش؟ لأنه البروتينات اللي تنصنع أو الحاجات اللي تنصنع تكون من داخل الخلية وحاجة ثانية لأنه الحاجات هذه الفيروس والتومر مايقدرواش يعيشوا إلا داخل الخلية يعني الفيروس يكون inactive خارق أول ما يدخل الخلية يبدأ يتكاثر 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 بالأورغنيلس حق الخلية نفسها طيب فهذا يعتبر endogenous لكن الجزء الثاني هو exogenous مثلا البكتيريا تسموه exogenous لأن البكتيريا قادرة أنها تتكاثر خارق الخلية وبرضو تتكاثر داخل الخلية فهذا يسموه exogenous طيب فهذا الفرق بينهم عموما المقطع هذا يتكلم على endogenous المقطع الثاني يتكلم على exogenous فخلينا نبدأ طبعا هما المكنزمتين السنتين مشابهة لبعض جدا لكن هناك فروقات واضحة بينهم عموما تكلمنا على recognize infected cells بقي destroy them بثنتين مكنزمات يأنه ب killing طيب اللي تكون بالامج C1 اللي يتحكم فيها T cytotoxic طيب المفرض أنكم قد يكون فهمين ذا الكلام لكن نكمل أو المكنزم الثاني اللي هو localization طيب اللي هي تتم عبر for the activation of macrophages وهذه اللي يتحكم فيها هو T helper 1 طيب بيقي واحد مركز الآن يقول كيف تقول T helper 1 وحنا في المقطع الماضي قلت أن acquired immunity بتكون cellular سيقول هؤلاء الآن هو السيليلر طيب aswell انت قلت يا كاملات ان السيليلر تتحكم فيها و تتحكم فيها تا見 إلى تا見 تقول لنا قلت أن مخص bringen that the ehlberg SO الآن T helper بتنقذ من Let's Turn النوعين عين من الـ T-Helper يابه الـ T-Helper 1 طيب فالـ T-Helper 1 هي اللي تشتغل في ميكانيزم السللر والـ T-Helper 2 هي اللي تشتغل في ميكانيزم الـ Heumural فاحنا الآن نتكلم على الـ T-Helper 1 في مقطع الـ Heumural نتكلم على الـ T-Helper 2 نشوف الفروقات بينهم لكن مش في هذا المقطع في مقطع الـ Heumural نكمل نحن قلنا معنا EndoGenius و ExoGenius وقلنا المقطع هذا يتكلم على الـ EndoGenius فباسم الله خلينا نروح للإندوجينيس و ندخل بتفاصيلهم طيب الآن أنت معاك التي سيل التي سايتوتوكسيك هذه التي سايتوكسيك هي اللي بتقتل صح لكن قبل ما يدخل المرض وأول ما يدخل المرض تكون نايف إيش معنى نايف؟ يعني تكون جاهلة تكون عادة ما تعرفش أنه في مرض طيب ويتم تفعيلها تتحول لإفكتور تي سيل وهذه هي اللي بتقتل طيب فأنت بسركز لنا تكون مش عارفة ولما يتم تبليغها تتحول إلى خلية عارفة اللي يعني إفكتور وتقوم بوظيفتها طيب كيف تتحول من هذه الحالة إلى هذه الحالة بأربع خطوات الآن هذه المكنزمة الكاملة لموضوع المقطع بيكون هذول الأربع خطوات فخلينا نمسكهم واحدة وحدة أول حبة له الأنتجين بريزنتيشن أنتجين بريزنتيشن مفروض أنكم قد عارفين يعني جزية هذه كلها المفروض تكونوا خلاص عارفين عليها وتكونوا تعتبر مراجعة فقط للي يعني عارف بس مش متأكد خليني أغشي شوية طيب إحنا قلنا أنتجين بريزنتيشن لإندوجينيوس طيب من اللي يعمل أنتجين بريزنتيشن للإندوجينيوس مفروض تكون خلاص كاوت عموما الأنتجين بريزنتيشن للإندوجينيوس يكون أنت في عندك خلية تدخل لها بكتيريا أو عفو فيروس تدخل طبعا غصبا عنها تدخل كذا إصابة طيب وتمرضت الخلية طيب تدخل الخلية داخل وتبدأ تتكاثر يقى عندك البروتيزوم البروتيزوم يكسرها للبيبتايت أو نقدر نسميهم برضو الإبيتوبس وبعدين يقى حبيبنا الـ MHC Class 1 يعمل التقرير صح ولا لا هذه الميكانيزوم قد أخذناها طيب أنت الآن عندك تيشو مصاب وهذه خلية لو تلاحظ أن تيشو هي مجموعة من الخلايا فكل الخلايا المصاب يحصلها نفس الميكانيزوم فتكيلك كلهم يعرضوا البيبتايتز على MHC Class 1 وحركات بركات طيب كويس أن تركز زي ما قدنا معك مثلا المسمار هذا في بفيروس أو مثلا ممكن أن تصاب بفيروس هوائي يعني الكلام هذا يحصل في الرئة نفس الكلام يحصل عادي حتى لو كانوا مثلا عدوها طيب فهذا هو لو تركز في حاجة مهمة الآن لازم تفهموها لازم تفهموها زي الناس اللي هي الـ T-Cytotoxic عادها نايف طيب والـ T-Cytotoxic لازالت في secondary lymphoid organs ركز النايف T-Cytotoxic اللي عادها مش عارفة تكون قال ستنتظر في secondary lymphoid organs ركز في هذه هي ما تتحركش هي قال ستنتظر طيب فتنتظر مثلا في الـ Lymph nodes في الـ Appendix في الـ Spleen وين مكانت عموما فكيف بينتقل المرض طيب المرض هو بدي هنا والـ T-Cytotoxic قال ستنتظر هناك في الـ Lymph nodes كيف كيف بتعرف وهي أصلا ما تتحركش كيف بتعرف و أصلا الخلايا اللي مصابة هنا هو خلايا T-Cytotoxic يعني خلية skin خلية skin كذا T-Cytotoxic ثابت في مكانه ما يتحركش كيف بيبلغ كيف الخلايا اللي هنا بتعرف الجهاز المناعية اللي قال سينتظر النعيف أنه أوه فيه خلل فيه مرض أنا بقولك لو تركز عملية الـ Antigen Presentation تتم يا على خلايا عادية اللي هو T-Cytotoxic يعني الـ Skin طيب أو على الـ Antigen Presenting Cells أوه الـ Antigen Presenting Cells طبعا لو تركزين الفيروس أصابة هذه غصبا عنها وبنفس الكلام أصابة هذه غصبا عنها فهذه لما تصاب تذكروا في الـ Antigen Presenting Cells لما تصاب غصبا عنها التقرير يكون عبر MHC Class 1 طيب فأنت الآن نركز لي على عندك الخلايا التيشيو اللي ثابت من تقدر تتحرك وعندك برضو من الخلايا المصابة للـ Antigen Presenting Cells الـ APC والـ APC هذه ميزة أنها تقدر تتحرك فأنتركز لي على المعلومة هذه الآن ننتقل للحاجة الثانية كمان الـ Antigen Presentation خلاص للقول أنه خلايا تصاب أصبا عنها فأصاب يصاب يالـ Tissue ويا الـ APC ننتقل للخطوة الثانية اللي هي Activation وال Profiliation فزي ما قلنا أنت عندك هنا الآن خلايا مصابة كلها عرضة المت منها الـ Tissue الثابت ومنها الـ APC المتحرك اللي يقدر يتحرك نعمل مراقعة الـ APC الـ APC زي ما قلنا ممكن يكون هذول الخلايا وركزوا الخلايا هذول مش من ضمن تشيو فهذا الخلايا تقدر تتحرك طيب فهم يروحوا أصلا اشي سو يتحركوا فأركز معي أنت الآن عندك إصابة فيروس أصابة دخلت مجرى الدم وتحركت إلى Lymph node مثلا Lymph node أو راحة السبرين أو راحة وينما المهم في Secondary Lymphoid Organs الخلايا النايف التي نفعلها التي لا يعرف أنها مرض فتقر لك Denteritexel مثلا الـ APC الذي مصاب بالمرض تقر تقر T-Cytotoxic الذي هو نايف يطلب التقر زي ما قشفنا في المقطع هذك و تقري هذه تقري لها التقر كان مفروض بعد هذا طيب هذي الخليا المريضة تقري لها الآن يتم Activation يحصل Activation لهذه لأن هذه كانت مش عارفة أن في مرض أصبحت عارفة أن في مرض فهذه العملية يسمع Activation طيب هذه بالصورة الـ في الحقيقة إيش يحصل يحصل و الآن تجي Present Excel و عندك T-Cythotoxic اللي هي نايف لسه مش عارفة و يحصل الارتباط هذا وهذا الارتباط هو عملية Activation فلو تلاحظ عندك MSC Class 1 و T-Cyth هذا اللي نعرف من زمان و CD8 هذا اللي نعرف لكن لو تلاحظ عندك حاجتين زيادة هنا وهذه وهذه هذر نتكلم عليهم بعدين بنهاية المقطع لكن بس ركز لي أن العملية هذه Activation أصبحت الآن الخلية النايف تحول إلى Effector الآن هذه الخلية جاهزة للقتل بما أنها تبدأ عملية Differentiation عملية Differentiation الآن لازم في Lymph node تم تبليغ الخلايا وخلايا أنقاذ أنها تشتغل وعندك الخلية هذه اللي أصبحت عارفة المرض وعارفة كيف تقتل المرض الخلية اللي عارفة كيف تقتل المرض تتكاثر عشان تقيب خلايا كثيرة عارفة كيف تقتل المرض وبرضو يحصل Differentiation يعني تتكاثر لحاجات مختلفة فتتكاثر لك لنفسها هذه وتكاثر لحاجة ثانية اللي هي Memory Cell فالميموري T Cell هذه هي اللي تتعامل مع المرض اللي قام مرة ثانية عموما الآن نتكلم على ذول اللي هم قاهزين للقتل فأنت عندك هذا القاهزين للقتل طيب يدخل Circulation ومن Circulation يروح ل Site Of Infection سواء كان في الرئة سواء كان زي ما دخل المسمار في الرقل وينما كان طيب فعندك هنا اللي مثلا في lymph node لما حصل التبليغ وأصبحت الخلايا الصفرة هذه خلاص عارفة كيف عايش تشتغل وتروح للمكان مكان الشغل وهنا تبدأ عملية ال killing الرابعة هذه طيب عملية ال killing تتم بمكانزم اسمه Cell induced apoptosis او برضو نسميه apoptosis او برضو يسميه induced suicide عموما طيب العملية هذه تتم لما يحصل الارتباط بين خلية التشيو والمت c class 1 اللي في بال peptide لما يحصل الارتباط هذا تروح ال cytotoxic تخرج اثنين انزيمات انزيم اول اسمه perforine وانزيم ثاني اسمه granzyme طيب لو تركز البرفورين والgranzyme دعونا نوقف المكانزيم طيب البرفورين والgranzyme ماذا يفتح البرفورين يفتح بوابة في Cell Membrane ويجعل الgranzyme يدخل ركز معي البرفورين يفتح بوابة والgranzyme يدخل عبر البوابة ويفعل المكانزم الان اللي بيحصل هو انه بيحصل Activation لحاجات الحاجات هذه بتخرب السايتوسكلتون وبتكسر الخلية طيب وبرضه بتتخرب الDNA فتبدأ الخلية تتفكك وخلاص اعتبر الخلية ماتت الان لكن برضه في شوية التفاقصية زيادة اللي هي انه الأجزاء هذه لازال فيها الفيروس اللي هو حي فايش يحصل يحصل فاقوسيتوسس بالمايكروفاج عشان تموت هذه فاتقي هذه تعمل لها فاقوسيتوسس فاقوسيتوس يدخل معها ويكسر أبوه وهذه مكانزم طيب في حاجة احنا قلنا بنتكلم عليها بنهاية المقطع احنا قلنا لكن احنا قلنا لما كانت نايف لما كانت عدها مش عارفة طيب حصل الارتباط التالي كان على ثلاث سايتس هنا وهنا وهنا لكن لما كانت لكن لما صارت افكتر الارتباط كان على سايت واحد فقط اللي هو الاماتش سي والتي سيار اللي احنا نعرفه طيب وهنا عندك سايت واحدة فلما يدخل المرض اول مرة يدخل وبعدين يتم تعريفهم وهذه النايف يحصل ثلاثة ارتباطات وبعدين هذه تعرف وبعدين تروح لللمفنود واللمفنود يحولها الى افكتور وبعدين لما ترقع تدخل للسركوليشن تروح للمكان الاصابة وعملية تاخذ وقت وبعدين تروح تقتل الخلية المصابة هذا اللي هو في الفرست اكتيفيشن الفرست انفكشن طيب السكند انفكشن ايش يحصل يدخل مسمار فيبو الفيروس خلاص الفيروس هذا ما عاد يحتاج اكتيفيشن فتقيله الافكتور طواري تقتله فهمت فما عاد فيش داي عملية الاكتيفيشن هذه فعشان كذا الانفكشن الثاني يكون اسرى الانفكشن الثالث يكون اسرى وهذا كله بصوبة الميمورية طيب احنا كملنا الآن المقطع نعمل مراقعة سريعة للدفينيشن الديفينيشن قلنا is the ability to recognize infected cells قلنا الانفكتد سلز يا اندوجينيس يا اكسو جينيس اكسو جينيس بالمقطع القايي وقلنا ما كان يجب انه ديسترويهم ولا لوكاليزهم الدسترويهم خلاص قد اخذناها اللوكاليزهم في المقطع القايي وميدياتد باي التي سلز اللي سايتوتوكسيك خلاص هنتكلم عن السايتوتوكسيك والمقطع القايي ان شاء الله بنتكلم عن القزئية الثانية فاا بس تمتم سالمين افتح المقطع الثاني لا تتشوف قاسي تفرق علي خلاص المقطع الثاني الان بينزل روح تفرق طوالي لا تاخذش بريك يلا والسلامة